التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعربت مصر عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية الجمعة السابع والعشرين من يناير والذي أودى بحياة سبعة أشخاص وأوقع عددا من الإصابات مؤكدة إدانتها لكافة العمليات التي تستهدف المدنيين هذا وحضرت مصر من المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العف الذي يزيد الوضع السياسي والإنسانية الزمن ويقود جهود التهدئة وكافة فرص إعادة إحياء عملية السلام كما تقدمت مصر بخالص العزاء لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيعة السوداني أن العراق لا يحتاج إلى قوات أجنبية على أراضيه وأوضح رئيس مجلس الوزراء العراقي أن العراق يحتاج إلى تعاون مع التحالف الدولي أو مع الدول خارج التحالف الدولي في مجال مكفحة الإرهاب وضمان الاستقرار والأمن مشيرا إلى أن وجود التحالف الدولي في العراق بطالب من الحكومة العراقية السابقة وهو يخضع لحوار مهني وفق اتفاق سياسي تحدده الجهات الأمنية الرسمية في مسألة بقاء المستشارين وتحديد أعدادهم وأماكنهم وتعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليكس سيرومولوتوف أن الولايات المتحدة تحضر لشن هجمات سيبرانية ضد بلاده وأضف المسؤول الروسي أن موسكو تدرك جيدا أن واشنطن تعمل بشكل مكثف على تجنيد قراصنة إلكترونيين وتدريب ما وصفه بجيش إلكتروني أوكراني مشيرا إلى أن الولايات المتحدة خلافا لرغبة غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعمل علنا على ما وصفه بعسكرة فضاء المعلومات على حد تعبيره رفض بارلمان بيرو طالبا من الرئيس ديناب بولوارتي لتقريب موعد الانتخابات المقررة في أبريل عشرين أربعة وعشرين إلى ديسمبر عشرين تلاتة وعشرين يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التظاهرات المناهضة لها والتي أودت بالعشرات ونرى المقترح خلال جلسة بارلمانية خمسة وأربعين صوتا مؤيدا مقابل خمسة وستين صوتا معارضا فيما امتنع نائبان عن التصويت ورياضيا تأهل أربعة لعبين مصريين إلى نهائية بطولة الدور العالمي للكاراتي البريمير ليج المقامة خلال الفترة من السابع والعشرين حتى التاسع والعشرين من يناير الحالي بالصلة المغطى باستاذ قاهرة الدولية كما استطاع أربعة لعبين آخرين التأهل للمنافسة على الميدالية برونزية في منافسات الكاتا والكوميتي وتأهل إلى النهائي كل من محمد جابر وعبدالله عبدالجواد وريم سلامة وسلمة حسن وتأهل المنافسة على الميدالية برونزية آية شام كاتا سيدات وكريم أبو عطى ونغم ياسر وأحلام حمدي هذا ومن المقرر أن تقام اليوم منافسات الكاتا للرجال وبقي الأوزان في الكوميتي وبالعودة للنبأ الأبرز في نشرتنا حيث عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مباحثات على مستوى القمة مع رئيس الأذري إلهام الييف بمقر القصر الرئاسي بيباكو وذلك في ثاني أيام زيارة سيادته الرسمية لأذربيجان وأفاد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأنه قد أقيمت لرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمي وتم عصف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف نهاية موجز التساعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعض الفاصل فابقوا معنا